عند تخوم قرية أغرمان المدمرة يستخرج سكان المياه من بئر لنقلها على ظهر حمار إلى مخيم يعيشون فيه منذ أن دمر الزلزال مناطق جبلية في جنوب المغرب الأسبوع الماضي وقد سوى الزلزال أرضاً قصماً كبيراً من المنازل وألحق أضراراً بالغة بما تبقى حتى أن المسجد المبني حديثاً وتم تدشينه قبل خمسة أشهر لم يسلم داب الزلزال صعيبة لحياة صافية حيث تخرجوا الناس منذ يرهم داب معوليدتهم تيضدوا داب لبلدتهم إذا داب دزود داري تنخفع عليهم فين مشاو فين مشاو حيث الزلزال تديرها قاعدة المرة تتحرك وبات مطبخ أوشي يقتصر على مجموعة من الأواني حول موقد حطب تتشاركه مع غيرها من نساء القرية ومن جراء زلزال ليل الجمعة قضى ثلاثة أطفال في القرية المبنية منازلها من الطوب الطيني